إلى العديد من المشافي وأريد أن أطرح عليكم ما حصل من تطورات بهذا الخصوص فهناك حوالي 32 إسعاف تكلف بنقل العديد من الجرح إلى مشافي متعددة وفي فترة قصيرة من الزمن تم التحكم بالمكان وتم نقل العديد من المسؤولين إلى المنطقة وهناك العديد من المدعيين الذين ذهبوا إلى المنطقة التي حصلت فيها التفجير لتحقيق بمجريات طبعا الحدث هذا وحتى الآن لم يتم تثبيت هوية الأشخاص أو شخص الذي قام بهذا التفجير ونحن لم نقم بالإعلان عن هوية هذا الشخص ولكن في فترة قصيرة من الزمن سيتم تثبيت هوية الأشخاص الذين يقفون وراء هذه الهجمة الإرهابية وأتمنى في أقرب فترة ممكنة أن يتم تثبيت شخصية هؤلاء الذين قاموا بهذه التفجيرات وأيضا نحن ننتظر من كل المؤسسات الشعبية وفي بداية الحدث هناك بعض الشبكات التي تطرح معلومات خاطئة هنا وهناك وتؤدي إلى زيادة زرع الخوف والقلق فيها المواطنين لذلك فكانت هناك أخبار أن هناك قنابل أخرى قد تم تفجيرها وفجرت في مناطق عديدة من أنقرة وتم نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وقالوا أن هناك قنبلة أخرى قد تم تفجيرها في أنقرة ولكن هذا ليس صحيحا فقد كانت هناك حقيبة يشتبه بها على أساس أنها قنبلة تم تفجيرها من قبل قوات الأمن فمنذ بداية الحدث قامت كل قوات الأمن بكافة المسؤوليات التي تقع على عاتقهم ونحن نقوم ببذل كافة الجهود للوصول إلى الحقائق فلا يجب على الأحد أن يقلق وسيتم تثبيت الشخصيات وهوية الأشخاص الذين قاموا بها لم يتم على الأخوة الذين كانوا فيها الحافلات فقط أو على الرجال الشرطة الذين كانوا في هذه الحافلات بل هذه الهجمة وقعت ضد شعبنا وضد مواطنين لذلك فنحن نستنكر ونشجب كل من قام بهذه الهجمات الإرهابية وعندما نقول نحن نستنكر هذه الهجمات فأنا لا أتحدث عن تفاصيل هذه الهجمة ولكن ليس من قام بهذه الهجمات بل الذين قاموا بتخطيط هذه الهجمة والذين أصبحوا لعبة في أيدي الآخرين فهناك بعض طبعا الدعم الاستخباراتي واللوجستي وفي المعدات وغيرها نحن نستنكر كل هذه القوى التي تقف وراء هذه الهجمة الإرهابية فأي منطقة من العالم لا يمكن أن يقوم ثلاثة أو أربعة أشخاص بتفجير مثل هذا الحجم فهناك طبعا دعم من قبل بعض الجهات وبعض الشبكات الاستخبارية لذلك فهذه الهجمة هي هجمة غاشمة ضد الشعب التركي وبهذا الخصوص أنا لا أقول أنني أستنكر وأشجب فقط بل سنقوم أيضا ونقول أن لدينا القوة والقدرة على تثبيت هوية هؤلاء الأشخاص وألقاء القبض عليهم ونتمنى الرحمة على أرواح كافة شهدائنا الذين سقطوا في هذه الهجمة الإرهابية وأتمنى الصبر والسلوان لكافة أهلنا وشعبنا التركي ونتمنى الشفاء العاجل لكل الجرحة أيها الأخوة أيها الشعب الكريم أن يجب علينا من خلال هذه الهجمات وفي وقت حصول مثل هذه الهجمات أن نقف وقفة واحدة وأن نقف يدا واحدة ضد الإرهاب فالآن هناك جهات سوداء مركزية في العالم تقوم بإصدار الأوامر لهذه المنظمات الإرهابية التي تهاجم من هنا وهناك لديها منح مختلف ولديها دعم تأتي من مراكز مختلفة ومع الأسف الشديد نحن شاهدنا هذه الهجمات الإرهابية في العديد من المنطق أولا في سورج ثم كانت في محطة قطارات في أنقرة والآن هذه الهجمة الإرهابية التي حدثت اليوم لذلك فهم يريدون أن يجروا تركيا إلى مستنقعات لا تريدها فمهما كانت هناك رؤى مختلفة في وطننا وفي تركيا فيجب علينا أن نتحد ونتواحد ونتكاتف ضد الإرهاب ولا يجب علينا ولا يجب علينا أن نقف إلى جانب أي واحدة من هذه الحركات الإرهابية والمنظمات الإرهابية يجب علينا أن نقف صفا واحدا وندعو كل الشعب التركي فهذا هو صيحة صيحة لنلتم ونلتف حول بعضنا البعض وقد يكون مثلا هذه الهجمة يتم طبعا قتل الأبرياء أكثر وقد تكون قد وجهت هذه الهجمة في منطقة أخرى لذلك فهم يريدون أن يخوفوا مجتمعنا ويخوفوا مواطنين وخصوصا منذ شهر تموز العام الماضي وحتى الآن شعبنا يكافح الإرهاب وقواتنا الأمنية تكافح الإرهاب ودولتنا وحكومتنا طبعا تحارب الإرهاب وكان لديهم أهداف كثيرة لهذه المنظمات الإرهابية أن يمزقوا وأن يفتتوا بين وحدة الشعب ووحدة قواتها الأمنية ووحدة الحكومة لذلك فلن يتراجع حكومتنا عن قراره السليم في مكافحة الإرهاب ولن يتراجع شعبنا أيضا في مكافحة الإرهاب وسيستمر شعبنا في دعم حكومته للوقوف بقوة ضد كل هذه المنظمات الإرهابية التي تهدد أمن تركيا القومي لذلك فهم لن يصلوا إلى مساعيهم فهذه الأمة وهذا الشعب لن يخاف ولن يتراجع ولن يستسلم وفي هذا الإطار وأنا أدعو كل الدول العالم إلى استنكار هذه المنظمات الإرهابية ولا نريد فقط الكلمات الفارغة التي تدعو إلى محاربة الإرهاب ولكن نحن نريد وقفة واحدة فهم يقولون نحن نستنكر الإرهاب ونحن نشجب الإرهاب ولكن هناك العديد من الدول التي نعرفها كحلفاء نحن نشاهد ما هي التصريحات التي تصدر منها فهذه المسألة وهذه القضية ليس قضية بسيطة فهي قضية بقاء تركيا واستمرارية تركيا لذلك فهي قضية تحقيق السلام في المنطقة فكل من يقول أنه يقف ضد الإرهاب ويحترم حقوق الآخرين ويقول أنه جدي في محاربة الإرهاب فنحن ندعوهم أن يقف موقفا سليما وصلبا مع تركيا ضد هذه المنظمات الإرهابية فهناك بعض القوى التي تقول أن هناك بعض المنظمات الإرهابية ذات وجه حسن وبعض المنظمات الإرهابية سيئة ليس هناك إرهابي جيد وإرهابي سيئة لذلك فيجب علينا أن نعرف هذا جيدا ومهما وحتى لو فات الوقت لمدة طويلة من الزمن فسيذوق هؤلاء أيضا ما نعاني نحن من هذه المنظمات الإرهابية لذلك يجب أن نكون يقينين بأن الإرهابيين هم يواجهون الخطر ليس لمنطقة واحدة بل لكل العالم لذلك فكفاحنا ضد الإرهاب هو حقنا الأساسي ونحن نقول لكل أصدقائنا ونحن نقول لكل الدول التي تحترم الحقوق الآخرين ننتظر منهم الدعم والوقوف إلى جانب تركيا غدا سيد رئيس الجمهورية سيذهب في ملتقى مع رئيس أزربيجان ولكنه ألغى هذا الاجتماع تماما ولن يذهب غدا وتم إلغائه في تاريخ آخر وغدا أيضا كان لسيد رئيس الوزراء أيضا لديه زيارة إلى بروكسل إلى أنه ألغى هذه الزيارة بخصوص ما حصلت من الهجمة الإرهابية اليوم وبعد ذلك تم إلغاؤها وتأجيلها إلى تاريخ آخر أيها الأخوة الحضور أيها المواطنون الكرام نحن الآن تعرضنا لهجمة إرهابية جديدة فنحن لدينا القرار في مكافحة الإرهاب ولن نترجع عن هذا فمهما كان الدعم الذي يتلقاه هؤلاء الإرهابيون وسواء من كان يقف إلى جانبهم سوف نقوم بإظهارهم وسوف نحاسبهم جميعا ولا يستطيع أحد أن يحاسب تركيا ولا يستطيع أحد أن يجعل تركيا في خناق تم لذلك فنحن قد يكون اليوم أو عدة أيام قد يكون هناك بعض الإشاعات التي تصدر هنا وهناك وقد يكون هناك بعض الحركات التي تصدر من هنا وهنا لزيادة الهلع بين المواطنين ولكن أنا أدعو كل مواطنين إلى الهدوء وأدعوهم إلى عدم الاستماع إلى هذه الإشاعات طبعا يجب علينا أن نكون ثابتين ويجب علينا أن نبقى أقوياء ولا يجب علينا أن نتيح الفرصة للآخرين لأجل أن يزرع الفتنة فيما بيننا ولا ندع الفرصة للتجار الإرهاب والمنظمات الإرهابية أن يجعل تركيا في مستنقع لا تستطيع الخروج منه لذلك فنحن كدولة وكحكومة نحن نشعر بهذا المخاطر من قلوبنا ومن أحساسنا ومشاعرنا وندعوكم لأن نكون يدا واحدا وصفا واحدا وأقول مجددا نتمنى الصبر والصلوان لكل أبناء الشعب التركي وأتمنى الرحمة لكل شهدائنا الذين سقطوا اليوم جرى هذه الهجمة الإرهابية وأتمنى الجنة لهم وأتمنى الصبر والصلوان لأهاليهم وذويهم وأتمنى الشفاء العاجل لكل الجرحة لأقرب فرصة ممكنة ما هي اشتركوا في القناة